الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم كذلك أيضاً يحرم عليك في أبنائك الصغار الذكور أن تفصل لهم ملابس مسبلة لا لأنه حرام على الصغير في ذاته فإن القلم مرفوع عنه لكن حرام عليك أنت أن تمكنه من هذا الحرام فالحرام عليك أيها الولي ولا سيما أن ذلك من باب التعويد والتمرين والتدريب عليه في لباس الشريعة وكذلك لبس الضيق بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تلبسه هي فكذلك لا يجوز أن تعود بناتها الصغار على لباسه وكذلك لبس القصير من نسبة للكبيرة لا يجوز فكذلك لا يجوز للمرأة أيضاً أن تعود بناتها الصغار على لبس القصير فأي حرام من اللباس على الكبار فيحرم على الكبار تمكين الصغار منه ولذلك أيضاً حرام على الرجال أن يلبسوا الحرير فكذلك حرام عليك أن تشتري لولدك الذكر ثوب حرير والفروع على هذا متعددة فأي ثوب يحرم عليك لبسه فيحرم أن تلبسه ابنك الذكر وأي ثوب يحرم عليك لبسه فيحرم عليك أن تمكن منه ابنتك لا لأنها حرام عليها في ذاتها وتأثم لا ولكن من باب ماذا؟ من باب تمرينها وتعويدها فالآثم هو الولي وأما الصبي فمرفوع قلم التكليف عنه فإذا احفظوها كل لبسة تحرم على الكبار فيحرم تمكين الصغار منها وكذلك الثوب اللي في الصورة يحرم على الكبار ذكوراً وإناثاً لبسه فأيضاً يحرم شراءه للصغار ذكوراً كانوا أو إناثاً